موسيقى الحمد لله من بيده تدابير الأمور وتقديرها الخير ما كان خيرا عنده والحلال ما أحل والحرام ما حرم والشر ما كان في ميزان كتابه وعلى لسان رسوله شرا ولفرح إنما يكون بفضله ورحمته هو الله المعط المسدي وما سواه فمعطاء هو الله الوهاب وما سواه فموهوب هو الله الرب وغيره مربوب لا إله إلا هو آمنا به منه المبتدى وإليه المصير صلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير أكرم الخلق على الخلاق عظيم الأخلاق سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى به دا أما بعد فإن مما يجب أن يتعلق به قلب المومن تعظيم الحق تعظيم رسوله وتعظيم ما عظم وتحقير ما حقر وأنه في هذه القضية ينساب إلى قلوب الناس أوهام كثيرة وقطع بأمور لا حقيقة لها اغترارات بمظاهر وأشكال اغترارات بسمعة ودعايات اغترارات بمنشورات وأقاويل كل هذا يصيب ساحة القلب التي يجب أن تحفظ وتصان فيتغير الميزان عند من تأثر بذلك الطارئ والأمر الذي يزيغ القلب عن سبيل الهدى أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى في عصرنا والطغيان كثير من شؤون الإعلام ووسائله اشتهر بين الناس الميل إلى مأرو وجله والتعلق بالشخصيات التي نالت شهرة فكأن الميزان شهرة بين الخلق ولقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله لينشر الثناء على أرسل الناس للرجل ما بين المشرق والمغرب وهو ما يزين عند الله جنوح بعوضة فتبين أن الأمر بالنسبة للناس يجب الاعتبار بالتقوى فهو ميزان قرآني لا شان دعائي إعلامي يقول الرب جل جلاله وتعالى في علاه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما هي الأنظار الملتفتة إلى التقوى وتعظيم أهلها إلى أين تتلفت وجهات الناس اليوم صغاراً وكباراً يعظمون ماذا ويتعلقون بماذا إن تعلق قلبك بأي شخص من الأشخاص علامة على صلة قلبية بينك وبين هذا الشخص توجب وتقتضي وتؤدي إلى أن تحشر في زمرته فانظر من تحب وبمن تعجب بكل مظهر من المظاهر فلا يغررك مظهر دنيا ولا مظهر دين لا حقيقة لهما في ميزان التقوى في ميزان الصدق مع عالم السر والنجوى جل جلاله وتعالى في علاه وعلم أن رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يوبه له لو أقسم على الله لأبر قسمه وربما كان ذي شهرة وذا انتشارسيط بين الناس مفغوظ عند الله ساقط من عين الرب تعالى في علاه أيها المؤمن حرر عقلك وحرر وجهتك ونفسك ولا تكن مجرد متأثر بالمنشورات والدعايات وإذا أردت أن تتعلق بأحد فبالأحد ثم من أجل الأحد أحبابه وأعظم أحبابه الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والصديقون والشهداء والصالحون وأعظم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تعلق القلوب بحبيب الله المحبوب وبأثاره وبأخباره وبسيرته والإعجاب بذلك حقائق إيمان يقرب بها من الرحمن وصحة ميزان لوضع الأمور في مواضعها وتأمل في هذا الهلمعان ما قال سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها جاء في بعض الروايات فيما يبدو للناس يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وفي هذا المعنى يقول بعض الشعر لا يغرنك من المرء قميص رقعة أو إزار فوق نصف الساق منه رفعه أريه الدرهما تعرف غيه أو ورعه هل عملته بالدينار والدرهما فرأيته يتق الله في دخول القليل كان يقول بعض أقابر الصالحين في القرون الأولى كان يقول لأن أرد درهما من شبهة أحب لي من أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ردوا درهما من شبهة خوفا من الله تبارك وتعالى هناك يعرف ميزان الإنسان في نفس المعنى الذي ذكرناه في هذا الحديث ما جاء في رواية الإمام أحمد والطبراني عنه صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له حتى تنظروا بما يختم له يقول عليه الصلاة والسلام فإن العمل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قال له رسول الله كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه هكذا وفي الحديث أيضا إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قالوا ما عسله يا رسول الله قال فتح عليه بعملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه وإنما الأعمال بخواتيمها فتأمل خطر الخاتمة واحذر من العجب في نفسك أو الإعجاب على غير بصير بغيرك واجعل إعجابك بمن برزت عليهم علائم التقوى وحسن الخواتيم والله يأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم ويكفينا كل سوء إنه العلي العظيم الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالم